وباختصار شديد جدا هذا الدين العظيم فيه السعادة في الدنيا والآخرة والإعراض عنه فيه الشقاء في الدنيا والآخرة قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الدين دا جماعة قائمة على أصلين الأول اللا يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى والثاني اللا يُعبد الله إلا بما شرعه والطواف دي كلها الموجودة اليوم خالفت في هذين الأصلين إما في أحدهما أو في كليهما شيوعية علمانية جماعة الإخوان المسلمين حزب التحرير الصوفية بكل أنواعها وأقسامها حزب الأمة كل الطواف دي الموجودة الآن يو بي إف وإس ما بعرفه سي إس بلاوي كلها بلاوي ولخبة إن شاء الله نحن أتينا لنناقش هذه المناهج المنحرفة وندل الناس على الصراط المستقيم وما بنقول لك نحن بنخش الجنة وإيه تبتخش النار لأن الجنة ما حقتنا ولا بنقول لك نحن معصومين لكن بنقول لك المنهج الذي نحمله وهو منهج الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة هو المنهج الحق والله تعالى قال فماذا بعد الحق إلا الضلال والليلة في دعوات كثيرة منتشرة دعوات كثيرة بعضها دنيوية وبعضها دينية ولكنها منحرفة تلقى فنان يجيبوا ادعوا الناس للرزيلة فنان يجيبوا رقص الأمة دي كلها إلا من رحم الله تعالى لقيتوا باللفة والألم العلي خفة وبلاوي ومصائب شباب يا اخت تدينوا آيات وحاديث تلقاهم متنشنين تقول لهم تجيب لهم فناني بكوشت والله واحد تلقى قاعدين اتنين اتنين زي والدبرك وبذع شوشة والله الذي لا إلى غيره بعدهم المؤمن واحد تشغل له قرآني الضايق قرآني آيات حديث الضايق تشغل له نياه لهيب الشوق ورحل الغمام وجواه نغم اوه كيبكي طوالي تبكي ما لك يا ولد انا داري عارف انت بتبكي ليه والله يقول لك الفنان ده هبش لي حاجات جوه وانا ما جينا هابش الحاجات الجوه اتقال لك جينا هابش البر يعني نعم هاجينا للجوه دي ذاته بلاوي ومصائب كتيرة جدا تلقى واحد بتاع كورة برضو شباب همون الكورة واحد تلقى مفلفلة زي لعب الكورة تلقى فوق ساويه كذي زي ديك في الجنبات ما في شي واحد تاني تلقى بنطط زي العتود قل لك نعنا معنا اسميسي وكريستيانو وبالبالة زي ناس رجالي 22 راجل في ميدان ساكل لهم بلاستيكة فيه هوا جايبين لهم مكرافونات وسماعات وفيديوهات ووك وخطة 18 بلاوي كتيرة دي الجزء من الناس في جزء دي الدعاة بتاع سياسة واحد تلقى قاعد هنا نقول لك الحكومة دي مش هنا جامعة من الجامعات واحد من الاحزاب دي واحد من الناس الاحزاب قال عنده حزب قال نحن مشكلتنا الاساسية ليه عمر البشير دا يقعد 30 سنة دي مشكلته الاساسية بس يعني ما مشكلته الله يغضبوه ولا مشكلته الناس حرف ولا مشكلته بنات اعراض تضيع ولا مشكلته اهل ولا مشكلته الاساسية كرسي بس والله الذي لا الى غيره وكثير من التنظيمات دي والاحزاب دا موضوع حسنا ما عندهم موضوع غيره الفتة زادت والسكر زاد والسيوسيوز اعلان والبنزين بالصف وراك بين عربات انت جيتوا بحمير ما بين العربات دي ذاتة وما بعرف والعيش صف وتلقى بحارف في الله سبحانه وتعالى واقف في صف العيش الله وراك قال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لانه بلد كل زراعة لينجوع نحن دا اعرف ليمك دي ناس مرتاحين والله قال بواد غير ذي زرع ما في سؤال نحن ذا لنفهم المشكلة شنو المشكلة الله سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون والله سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات النعم والسيئات اي المصائب لعلهم يرجعون الله ابتلاه عشان يرجع علي الله تلقى واقف في الصف تاعة العيش ودرد في السفة يعني مصر اعصي الله سبحانه وتعالى تلقى هايج يقول لك العيشة يا مولانا العيشة بجنيه ها كيس الصعود بكم الكيس بتاع الصعود بكم بخمسة تقال لك وكان باربعة انا جاي بخبره بيزيدوا لكم بيجوكم زيادة شكرا لك لكن في النهاية الصعود يا ناس بخمسة وعيشة بجنيه تلقى هايج وتلقى هم الضايق واقف في صفة البنزين ومشغل الغنية يعني مصر اعصي الله سبحانه وتعالى في الصف الناس واقفين الصف وتلقى هم شغل الانبسري ما مشكلة والمشكلة مشكلة واقفتك ذاتك ولذلك اجماعة نحن اتينا الى هذا المكان لنرد الناس الى الامر العظيم والامر العتيق والى دعوة الناس الى الحق وما تفتكر دعوتنا دي فيها تشدد في بعض الناس عشان ينفرك من اهل الحق يضعم فيهم يقول لك ده الموضوع دين بس والدين ده ما جاك بالخير في الدين والدنيا وفي الآخرة والدنيا نحن ما قلنا لك ما تقرى جامعة ولا قلنا لك ما تاكل كويس ولا قلنا لك ما تشيل موبايل ولا قلنا لك ما تركب عربية ولا قلنا لك ما تزوج ولا قلنا لك البس شوالات وشدد علي نفسك ونحن بقولوا لينا ناس الباسطة واللبن ما شايف الناس ما بقول لك ابو ديقين ديل بتاع باسطة ولبن بيزول بتاع باسطة مشدد يا جماعة بتاع الباسطة المشدد ولا الصوفية بتاعنا القرض سار الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الأخبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش هسد دينا يا جماعة دين قصائد كلها باطلة يا اخي دخل بلياء طلع كيكي دي قصيدة والله قال دخل بلياء طلع كيكي ما هو الفجل ما هو البامبي ما تعرف دين ولا ملجة بتاع تخدار ولذلك نحن اتينا ليحارب هذه المناهج كل مناهج منحرفة بعد أن بنتديك فرصة تحاول تناغش وما جاينا هاتير بيك لو طالب زول حر طالب حر محترم ودائر الخير وان شاء الله يجي يقول لنا شكلكم ده ما نافع معنا نجاوبه بكل أدب ومن غير أي حراج ولا خدش للعواطف والله لكن شوفت زول بتاع بلبلة وبتاع حزب وجاي جر الشباب ويقودوا للضلال ده بننجمه هنا ان شاء الله وتعالى ما بيدنا بالكتاب وبالسنة وبالحق دي بيجاي صوفيه أخب بتاعين قرض بتاعين لفوا دوران لفين بكراحة واحدة ينادوا في الشيوخ يمشوا للدجالين شوف لين الرايحة المرأة يودوها للفكيه أبوي الشيخ دائر جنة في مرأة يودوها للراجل اللي يجنه بتفهم كيف يودوها للراجل ودهك يقول له هاك التراب ده أكشحه في المنطقة الفلانية ويتخال للمرأة تمشي تكشحها التراب الترابة في خشمك بتفهمك وبالاوي ده بيجنب صوفيه بيجنب جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحرفة قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ناس يا أخي يقول لك فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونحن جماعة طريقة سنية وجماعة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة رياضية وكذا وكذا اللمة الصوفية مع السلفية شنو زول يا جماعة بقول يا أفلان الحقنا يا الحسن من المحن والبدر من الفقر والفي العلافون الأسرع من التلفون ويا الصادقاب الأسرع من الواتصاب ويا قصة ما بتوصه ويا بقرون من العيون ويا أبو العباس من عيون الناس زول بنادي في الفكية وفي الشيوخ اللماه مع زول بنادي الله شنو ويوحد الله سبحانه وتعالى وكذلك جماعة الإخوة المسلمين زي ما ذكرنا ناس بتاعي اللخبة قل لك انت بس خوش معنا في النهاية لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء فليكن للدين مجد أو ترق مننا الدماء أو ترق منهم دماء أو ترق كل الدماء هو جماعة يكبروا خلاص ويغشوك إنت لو زول بتاع لخبة يجيبوا لك بنات الأخوة المسلمين وديو خطنا في الله سبحانه وتعالى ونحن دعونا ندعوها إلى الله هو الدبرك ما تدعوه تدعو في بضعة شوشة له يا مجرم وانا قاعد جاي أوريك والله والله اللي قاعد زول زول تراهوا زول دين زول دنيا بجيب لك موسيقى وغاني زول دين بديك قصايد أنا المسلم تريريم تريريم وأنا درع لكل الناس وما بعرف وغزير الدمع في المحراب وما فيه دمع في المحراب تلقاك إنت تبكي وما جيساء مع القوم والله الذي إله إلا غيره ناس بتاعين ثورات بتاعين خروج ما سلم منهم أنبياء الله ورسله اضعنوا في موسى عليه السلام اضعنوا في سليمان عليه السلام اضعنوا في داود عليه السلام اضعنوا في الصحابة في عثمان رضي الله عنه واضعنوا في غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مناج منحرف والله الذي إله إلا غيره ويخشك بعدين من طلع لك الكفالة طلع لك بطاقة الترحيل وأشياء فارغة زي وبعدين من شغلك والخدمة وبلاوسة جماعة الناس تمسك المنهج القويم خليك زول في الدنيا دي زول نجيط أقرق رايتك اجتهد في الشلبين فعك بعدين دارت بناتي اتزوج زوج الله حل لك أربعة ما تغش بالتناس يا قاعد معاه وتغش عليها وأنا أبوي جاي من دبي بكرة وأبو بيع في طماطم في الملجة تكذب عليه بالتناس ويتكذب عليه وأنا ما قادر أنوم وبعد النجوم قال لك تعد النجوم منه ودعدها لامتين ذاته والله الذي لا إلى غيره يا أخناس تركب البصة لقاهم بيبكوا براهم شغلون غنيا يبكوا يا ناس دي كلها ولذلك الناس ترجع إلى الأمر العظيم وهو توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بس كلامي ذك مقدمة إن شاء الله لي إخوة ديل يجوا يفصلوا للناس ويفتحوا الفرص للحوار والنغاش نحن باختصار شديد بنرى التنظيمات دي كلها ضالة إنت تعال ناغشنا بنرى إنه المنهج القويم آية وحديث بفهم الصحابة ده في الدين في الدنيا تمش بالصدق وتمش بالأمانة وتمش بالصفات الطيبة وهكذا وتحرص على ما ينفعك بعد ذلك المناجد كلها نشوفها منحرفة صوفية شايفينهم ضلال تعال ناغشنا جماعة الإخوان المسلمين شايفينهم منحرفين تعال جادلنا نشوف الحق من الباطل وهكذا جميع الجماعات وجميع الأحزاب إن شاء الله تعالى هذه كمقدمة وأفتح الفرصة لمن بعد